خلونا نروح مع حضراتكم ونطمنكم على آخر استعدادات فريق النادي الأهلي كالعادة وطلائع الجيش يوم السبت اللي جاي إن شاء الله النهاردة موسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كان عنده جلسة مطولة مع اللاعبين قبل ما انطلق مران الفريق يوم اللي كان النهاردة على ملعب التتش في الجزيرة الجلسة المطولة دي كان فيها الكثير من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طلائع الجيش إن شاء الله صحيح طبعا الجهاز كمان الفني للنادي الأهلي نهاردة عمل تأسيمة قوية جدا بطول الملعب يعني ترايماتش بشكل مباشر من أجل طبعا تحضير لمباراة طلائع الجيش الجهاز الفني أكيد عايز يتطمن على جهازية كل اللاعبين يعني بيطبقوا بعض الجمل الخططية والتكتيكية استعدادا لمواجهة الأخيرة في آخر مباراة في الدوري فده طبعا كمان استعدادا وبيحاول يتطمن على بعض اللعيبة بيحاول يتطمن على بعض المراكز من خلال التدريبات طبعا التركيز أكيد على طلائع الجيش هي الخطوة القريبة لكن كمان الجزء التحضيري كمان لمباراة إن شاء الله اليوم 6 نوفمبر بإذن الله كلنا عنينا على 6 نوفمبر